ونيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لترأس وفد مملكة البحرين إلى القمة الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي المنعقدة في بروكسل كان قد وصل بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم إلى مملكة بلجيكا هذا وكان في استقبال سموه حفظه الله لدى وصوله مع السيد لويجي ديمايو الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج وسعادة السيد فهد صغر الجماز رئيس بعثة مجلس التعاون لدى الاتحاد الأوروبي هذا ويرافق سموه خلال الزيارة وفد رسمي يضم كل من سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد يوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشؤون القانونية وسعادة سيدة نور بن تعليل خليف وزيرة التنمية المستدامة وسعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة وسيد عبدالله فيصل جبر الدوسري سفير مملكة البحرين في مملكة بلجيكا ومندوبها لدى الاتحاد الأوروبي وعدد من كبار المسؤولين